دكتور طارق الآن مسألة الهدنة كلما استضفناك نسأل إلى أين وصلت الأمور الآن كل ساعة تتغير المعطيات هل من معطى جديد فيما يخص الهدنة؟ وبالتأكيد طبعا الجهود متواصلة وربما ستكون خلال الساعات المقبلة استئناف للاتصالات الاتصالات لم تتوقف حضرتك في هذا الإطار وهناك تواصل ما بين القاهرة وبين تل أبيب بالإضافة طبعا إلى حركة حماس أعتقد أنه يعني كل ما نشاهده في جزء منه طبعا مرتبط بمحاولة الضغط على حكومة نتنياهو لكن أعتقد الأمور تمضي في طريق آخر مختلف تماما عما يجري لن تكون هناك عملية في رفع خلال الفترة المقبلة وأعتقد أنه لن يتكون في شهر رمضان هناك ترتيبات كما أشرت حضرتك ستستمر إسرائيل بإجراءات انفرادية في عمق القطاع وستمضي فيه موضوع التهدئة والهدنة بصرف النظر عما يجري من تباينات بالنسبة لشروط كل طرف ما تشاهده حضرتك من قبل حماس ومن قبل إسرائيل هو تحسين شروط التفاوض ليس أكثر لكن الطرفين راغبين بالفعل في الدخول في هذه المرحلة وكل طرف يخاطب جمهوره بصورة أو بأخرى حتى داخل حماس إذا كما أشرته هناك تباينات كبيرة بين الجناح العسكري وبين المكتب السياسي في الدوحة وغيره وطبعا في الأقاليم لكن بالنسبة للحكومة الإسرائيلية أنا أعتقد أن القضية ليست في منح فريق المفاوضين يعني صلاحيات أكبر التفويل تم كما تعلم إلى رئيسي الموساد ورئيس الشين بيتشابك في هذا منذ عدة أسابيع لكن أعتقد أن إسرائيل ستدخل في مفاوضات وسيكون هناك تهدئة جديدة ربما أعتقد أنها تتزامن مع الأسبوع الأول لشهر الرمضان هذا هو المصار لكن نحذر من أمرين الأمر الأول هو دخول الولايات المتحدة على الخط ومحاولة للضغط على إسرائيل والضغط على حركة حماس في نفس التوقيت ربما مدور معوق يعني التحرقات الأمريكية تحرقات مريبة وتحرقات تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تطقيق في طرحها بدءا من موضوع إنزال المساعدات ومرورا بالمخططات لفتح المنافذ البحرية والجوية وغيره هذه إجراءات أعتقد تأتي في سياق ترتبات أمنية وليس للبحث عن حل أو إدخال مساعدات